كما نبه الشاكرجي إلى عدم وجود ضامناً حقيقي لمنع انحياز القضاة نحو جهة سياسية معنية أو طائفة دون الأخرى مبيناً أنه عند وجود مادة قابلة للتفسير من اتجاهين أحدهما يصب في مصلحة للإسلام السياسي الشيعي ينحز بعض القضاة إليه دون تردد ما احترامنا قضاة صحيح هل تضمن لي أن هؤلاء القضاة غير منحازين لطائفة أو لاتجاه سياسي أو لدين أو لقومية يعني لو يصير مادة قابلة للتفسير بهذا الاتجاه وبهذا مادة إذا يمكن أن تفسر لما فيه صالح القوى السياسية الكردية ولكن يمكن أن تفسر لصالح القوى الإسلام السياسي الشيعي أكيد راح تميل ما دام قابل للفهمين راح تميل محكمة حاجئة مادة تميل إلى خلي نقول إلى إعطاء منح صلاحيات حقوق واستحقاقات للسنة وممكن للشيعة راح تميل للشيعة وهكذا يعني مادة تعطي حرية غير محدودة للدين ومادة بها تقييدات راح تميل للفهم اللي بيه تقييدات نعم أردت شون؟ نعم 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 نعم